اهلا بكم في استعراض الاحداث الاقتصادية الاسبوع القادم في اكاديمية تعليم التداول للمستثمرين يقوم فريق محللي الاخبار لدينا كل اسبوع بمراجعة الاحداث الاقتصادية التي يجدر بالتجار مراقبتها خلال الاسبوع القادم لقد اختتم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الاسبوع الذي كان غير مثير نسبيا في الاسواق لقد رأينا بعض التحركات نحو الاعلى لازواج العمولات الاجنبية مثل جنيه الاسترلين الدولار الامريكي واليورو الدولار الامريكي وذلك جزئيا بسبب ضعف الدولار الامريكي ولكن اجتماع البنك المركزي الاوروبي سيغطي هذا الاسبوع الذي كان المستثمرين ينتظرون وسيعود التركيز لمنطقة اليورو حيث سيجتمع محافظي البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن السياسة ويتوقع المحللون بشكل اكبر لمزيد من اجراءات التحفيز ويأتي الاجتماع وسط استمرار الجدل حول احتمال تأثر البنك والاقراض للاقتصاد باسعار الفائدة السلبية على الرغم ان الصفر او اسعار الفائدة الايجابية تعني في بيئة انكماشية معدلات حقيقية او معدلات ملائمة للاقتصاد الا انها ترتفع في الواقع عندما يتراجع السعر قد يكون المفتاح لصنع القرار في البنك المركزي الاوروبي ربما تقدير البنك للفترة التي ستستمر فيها اسعار النفط بالتراجع واذا كان انهيار سوق عقود النفط الاجلة مجرد نتيجة لقيام المملكة العربية السعودية بتصريع الانخفاض على المدى المتوسط والذي كان في المخازن او بسبب ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة او كان شيئا اخر عابرا اكثر خلال عطلة نهاية الاسبوع التقى مجلس نواب الشعب الصيني نعن مرجح ان يراقب المحللون عن كثب حجم اي سياسة تحفيز مالي التي قد يتم كشف النقاب عنها في بكين ومن المفروض ان تتضمن الخطة الخمسية الجديدة للصين ايضا تفاصيل عن خطة المسؤولين للاستثمار في البنية التحتية سينطلق هذا الاسبوع يوم الاثنين في الولايات المتحدة مع اعلان تقارير اتجاهات العمالة والاعتمال الاستهلاكي توقع المحللون ان يرتفع مستوى الاعتمال الاستهلاكي بنحو 19 مليار دولار وسيلقي ناء برئيس البنك الاحتياطي الفدرالي ستانلي فيشر خطاب الخطاب الرئيسي الاخير من قبل عضو في البنك الاحتياطي الفدرالي قبل صدور قرار بشأن اسعار الفائدة يومين 15 و16 مارس ويوم الثلاثاء سيعلن الاتحاد الوطني للاعمال المستقلة مؤشر التفاعل في الاعمال التجارية الصغيرة وسيتم الاعلان عن البيانات الاسبوعية المعتادة حول مبيعات شبكات المتاجر في الصين سيتم الاعلان عن بيانات التجارة يوم الثلاثاء في حين ان كل من الصادرات والواردات انخفضت العام الماضي الى ان معظم التركيز يكون على الواردات كاجراء من الانفاق المحلي لقد سجل الفائد التجاري مستويات قياسية ويوم الخميس في الولايات المتحدة سيتم الاعلان عن بيانات الميزانية الشهرية والبيانات الاسبوعية المعتادة حول مطالبات التأمين ضد البطالة وفي الصين سيتم التركيز على بيانات مؤشرة أسعار المستهلك والمنتج لشهر فبراير لا تزال أسعار المنتجين في انخفاض بنسبة 5.3% خلال العام وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي متواضع البالغ 1.8% المزيد من قراءات التضخم المعتدلة ستترك الباب مفتوحا أمام المزيد من التدابير المحفزة سيتم الاعلان يوم السبت عن دفع شهرية من المؤشرات الاقتصادية الصينية مبيعات التجزئة والانتاج والاستثمار إن نشاط الاقتصاد الصيني متباين فنمو الانتاج والاستثمار في طباطق في حين أن نمو مبيعات التجزئة ثابت توقع نمو مبيعات التجزئة السنوي بحوالي 10.7% والانتاج بحوالي 6% والاستثمار بحوالي 8.5% والخطر هو أن تأتي النتائج على جانب الأضافة من التوقعات خلال الشهرين المقبلين خصوصا لأن الكثير من رجال الأعمال كانوا في عطلة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر تستمر المؤشرات بالارتفاع وبدأ شهر مارس من أمرها ساعدة نسبيا إذا طمأن مارس جاكي السوق تتسارع هذه المكاسب بحيث ستتحول ارتفاعات التي بدأت كعمليات بيع على المكشوف إلى شيء أكثر استدامة مع بدء تدفقات صناديق الأسهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر